النبي شعياء تنبأ عن يسوع المسيح 700 سنة قبل ميلاد المسيح وقال عن يسوع يدعى اسمه عجيبا فالمسيح عجيب في اسمه عجيب في طبيعته وعجيب في عمله أيضا شخصية المسيح شخصية متميزة جدا سواء نظرنا له من أي ناحية إذا نظرنا لتعليم المسيح فهو متفوق إذا نظرنا لمعجزات المسيح فهي خارقة إذا نظرنا لحياة المسيح فيعتبر معجزة أخلاقية المسيح يتميز بأمور لا توجد في أي شخص آخر ومن خصائص ومواصفات المسيح أمور مش موجودة في أي نبي ولا أي شخص آخر في هذا الوجود يعني إذا تكلمنا عن ميلاد المسيح العذراوي إذا تكلمنا عن تتميم النبوة 300 نبوة تتم في حياة المسيح على الأرض هذه تعتبر معجزة حسابية إذا اتأملنا في حياة يسوع المسيح فهو بلا خطية لم يعرف خطية لم يفعل خطية فهو القدوس البار وهو نور لا يدنى منهم شيء آخر بميز شخصية المسيح أنه يجمع الطبيعتين الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية باتحاد كامل واحد في الجوهر مع الآب في اللهوت له الأسماء الإلهية وله الأمجاد الإلهية وله الأعمال الإلهية وله أيضا الصفات والطبيعة الإلهية وطبعا يكفي أن نقول أنه المسيح هو الذي هزم الموت وقام من الأموات فهذا اندل على شيء بدل على مزداقية وشرعية يسوع المسيح هذا بحد ذاته يعتبر يعني من أعظم الدلائل على تفرد وتميز المسيح ترجمة نانسي قنقر